بس يعني إيه أصلاً نورم الأول كي بتقطع نفسها بالموسو؟ وفينا ستعمل كده؟ آه ده بالنسبة للمراهقين يعني ده ما بيبقاش موجود لا عند الأطفال ولا عند الكبار إنما موجود أكتر عند المراهقين وخاصة من الفتيات بيبدأ من سن مثلاً 12 سنة نقدر نقول لحد أوائل العشرينيات أو 18-19 سنة ليه؟ ده بيبقى اسمه إنه هم عندهم إحساس بالجوع العاطفي أو إنه هو رد فعل سلبي لحتة إنه هو إنه هي مفتقدة بعض العاطف أو بعض المشاعر كمان لما بتعمل كده بتبقى مش هنقدر نقول إنه هي مثلاً عشان بتميل للانتحار أو كده لا أم ببقاش بعيد عن يعني إيه بتعمل كده بترتاح؟ بالواجع إيه؟ بالطلق ما هو هي واجعها عاطفي أكتر هي بتنفس عن الرغبة بتاعتها هو شوف حدك ده مش حاجة متزنة ومش حاجة نفسية فكونها إنه هي بتعمل حاجة ما ندرش شنو عليه معرض هو عرض من الأعراض هو التصرف غير نفسي أو غير متزن نفسياً بس هي لما بتعمله بتشعر بالارتياح وإن كان ده مش الطبيعي طبعاً مامتها كانت موجودة في الأول كان عندها جوع عاطفي من أين؟ عشان باباها ما كانش موجود وما كانش ميديها هذا الأمر ما هي أكيد فيه حتة فيه حتة وأنا بأقرب برضو القصة مفتقدة هو ليه عندها الحتة دي مع مامتها وفي وجود مامتها بس هي برضو قالت إن باباها لما كان بيرجع من الصفر كان بيدربها ضرب مبرح فهي قد تكون مش موجود طول الوقت ولما تيجي تضربها ضرب مبرح فقد يكون هو ده الإحساس النفسي اللي موجود عندها فبتتعامل بهذا وبيضرب مامتها برضو يعني لما بتلاقيش إن باباها بيدربها بتعور نفسها؟ آه إزاي يا في حد حبت ضربة قوي؟ لا مش حبت ضربة عدليها مش بتضرب نفسها هي بتعمل يعني قصدي نوعا يعني بس أزا يعني بحد بيحب الوجع؟ آه والوجع ده بيجي بالطريقتين اللي هي عملتهم بالظبط يأما حد بيكون بحاجة قال حد يعد يجرع في نفسه أو كده يأما يكون بحاجة يلسع بها نفسه أو يحرق نفسه مثلا بكابريت أو بالكلام ده وممكن بطريقة واحدة منهم يعني هي عملت دي وعملت دي عادة بيقف في طريقة واحدة لما لايه عندنا حد كده في البيت وبيعمل كده اللي لازم أول حاجة لما هشوف أنا عندي نقص في إيه أو عندي مشكلة في إيه لو ما عنديش الوعي بكده يروح للطبيب نفسي على طول لأن ده طبعا نزيل ما احنا شايفين تصرفاتها بعد كده مش منضبطة فأنت حضرتك ما تقدريش تحكمي على حد بيعمل تصرف وإحنا أسوياء بنقول إيه ده هو ليه بيعمل كده ما احنا أسوياء شايفينه ده مش طبيعي ولكن هو تصرف مش طبيعي تصرف غير متزن تصرف بينهم أن هي عندها مشكلات نفسية فبالتالي عشان كده تصرفها بيبقى غريب بالنسبة لنا لما بنتكلم على الاتزان